بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إن الله عز وجل ليرفع العبد في الجنة درجة فيقول العبد بما رفعه رفعتني يا ربي فيقول رب العزة سبحانه باستغفار ولدك لك هذا الحديث من أعظم الأحاديث لأنه يبين لنا سعة رحمة الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عمل العبد الصالح بوفاته وهذا يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر فيقول إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من سلاس صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهذا الحديث العظيم يبين لنا امتداد عمر الإنسان واستمرار ثوابه بعد وفاته وأن حياته ليست في الستين سنة أو السبعين سنة التي عاشها في الدنيا وأنها ممتدة وأن أعماله الصالحات ستعود عليه وأنه سيستمر ثوابه باستمرار زريته الصالحة التي تدعو له وتستغفر له وأنه لن يتوقف في درجة في الجنة بعد موته بل سيترقى في درجات تلو درجات بسبب دعاء أولاده له وبسبب أعمال صالحات عملها في الدنيا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها وما أعظم هذا العطاء الإلهي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذه الآثار الصالحة والأعمال الصالحة تمتد للعبد وتسبب له مزيدا من الرفعة والسواب وهذا يبين لنا وجوب تربية الأبناء تربية حسنة على القرآن الكريم وعلى الأعمال الصالحات وعلى حب الخير للناس فيكون أبناءنا في ميزان حسناتنا فحينما تربي أبناءك على طاعة الله وتحفظهم القرآن وتحببهم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلمهم حق الوالدين ووجوب الدعاء لهما بعد انتقالهما إلى الرفيق الأعلى فإن هذا سبيل نجاة وسبيل رفعة عند الله وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله هل لوالدي من حق بعد وفاتهما هل هناك حقوق للوالدين تبقى حتى بعد انتقالهما فقال له رسول الله نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما والصلاة عليهما وإنفاز عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما هذه الأشياء وهذه الأخلاق الحسنة إنما تحتاج إلى أن تزرع وتحتاج إلى أن تعلم فلابد علينا أن نعلم أبناءنا أن يدعو لوالديهم ولأجدادهم وأن نعلمهم وجوب صلة الرحم وأن نعلمهم وجوب الإحسان إلى الآباء والأجداد وإلى الإحسان إلى أصدقائهم الذين هم لا زالوا على قيد الحياة وأن هذا حق لهم ورفعة في درجاتهم وأن نعلمهم إنفاز العهد والوفاء بما وعد به الوالدين وكان صلى الله عليه وآله وسلم يزبح الشاه فيرسل بها في أصدقاء السيدة خديجة رضي الله عنها بعد انتقالها يذبح الشاه ويقول أرسلوا بها لأصدقاء خديجة وفاءا لها وحبا لها وطلبا لرفعة سوابها ولرفعة درجاتها عند الله سبحانه وتعالى فما أعظم رحمة الله التي تفتح لنا هذا العمل الصالح وتفتح لنا بابا لاستمرار العمل بعد انتهاء الحياة ويكون ذلك أول ما يكون بالولد الصالح الذي نربيه تربية حسنة ونعلمه تعليما حسنا وننشئه على حب الخير والدعوة للخير ويكون ذلك أيضا في عمل صالح من كتاب علم أو أي عمل صالح يستمر بعدنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاس صدقة جارية أو علم ينتفع به وما أعظم العلم وما أعظم تعليم العلم أو ولد صالح يدعو له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذه الثلاثة وأن يمد في أعمارنا وأن يمد في أعمالنا بعد انتهاء أعمارنا تفضلا منه ومنة وكرما إنه سبحانه وتعالى كريم وهو بالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته